أنا أريد أن أتوجه بنفس السؤال بحزافير ولكن هاتفياً بقى معنا الدكتور أحمد بيومي محل الأداء بقناة النادي الأهلي دكتور أحمد صباحاً فل على حضرتك أهلاً بيئك معنا يا طبعاً أقول عليكم جميعاً وصباحاً أقول عليكم كريم طبعاً وخلينا أقول بقى صباحاً العشرة بإذن الله إن شاء الله يا دكتور أنا سألت طبعاً كابتن رمضان على رؤيته وتوقعاته فيما يتعلق بالتشكيل اللي حيلعب بيه النادي الأهلي المباراة المرتقبة مع كايزر شيفز والطريقة اللي موسماني غالباً حيوجه لعابته اللعيفة بتوعى أن هم يلعبوا بيها خلينا أسأل حضرك نفس السؤال لو تكرمت يا دكتور أحمد وخلينا أقول إن موسماني طبعاً في آخر المباراتين حصلت مع التراضي كان فعلاً قدر أنه يغير الإسلوب بشكل واضح ومالعبش بربعة ثلاثة واحد ولكن ما أعتقدش قدام فريق كايزر أنه سيبتدي أنه يبالغ في الدفاع أو في التحفظ قدام السرقة طبعاً إحنا أعطينا مبارات نهائية ومش بعيداً عن الاستهانة بالمنافس ولكن برضو أعتقد أنه مش هيبالغ ويلعب بربعة ثلاثة ثلاثة وبأي أسلان شفلها جوال ملعب ولكن هو فعلاً أنا فتصفت طبعاً مع الكابتن أنه يلعب بربعة ثلاثة واحد طيب المنافسة دي أحنا نتكلم عليه اللي هو فريق كايزر تشيفز يمكن حتى في البطولة نفسها يعني وفي مراحل مختلفة كان أداءه متزبزل وبعدين كان بتحصل حاجات ساعات بتكون أكستريم شوية يعني ممكن يلعب فريق زي سيمبا التنزاني يخسر منه زهاباً أربعة ويكسب تلاتة في العودة أول عكس وحصل نفس الكلام كمان مع الوداد المغربي لما يعني اتغلب منه في المراحل التمهدية من البطولة ورجع هو اللي انتصر عليه بإجمال المباراتين اللي خدهم أمامه مرة ثانية في الأدوار اللاحقة فالفريق اللي ما يكون متزبزل في أداءه وفي ندايجه للدرجات دي دي حاجة مطمئنة ولا حاجة تقلق ولا إيه؟ هي تقلق من نقطة انت دايما لما بيقول انت بتلعب فرقة عندها تقبل مننا العشوائية ده دي يقلق من نقطة إيه شكل طريق لعبه ولكن في نقطة إيجابية هنا يعني تحت جميع هذا الفني اللي موجودين في النادي الآية عندهم دلوقتي كل المباريات الخاصة بفريق كايزر كيز يعني عندهم لا يقل عن 44 مباراة كاملة جميع مباراة في الدوري موجودة قدامهم على المنصة الفيديو قدامهم وعندهم كمان جميع المباراة اللي 14 مباراة اللي خادها في الشامس الأفريقي فهو دلوقتي عنده دراية كاملة بطريقة لعبه بمفاتيح لعبه هو بيلعب بطريقة إيه بالظبط بطريقة بناء أو للهجمة فهو دلوقتي اعتقد بشكل فوق اللي يتعدى المية في المية ان فريق اهلي دارس فريق كايزر كيز بشكل كامل وبكل نفاتيح لعبه وهو طبعا جيب بقولنا حضرتك فعيدا عن الاستهانة بالمنافس هوا طبعا اللي عبيهم الدوري في جنوب أفسوكي هو الدوري خالص طبعا هما لعبوا 30 مباراة هما ترتيبهم التامن يعني حتى ترتيبهم في الدوري هما ترتيب متواصل يعني أول مرة طبعا هما يوصلوا للنهائي فأعطاك بس هي دي النقطة الإجابية عندهم إن هما هيبتد أن هما يبطلوا قصة جهر جهر ملعب بدنيا بقى بس حضرتك بتقول في يعني حاجة و40 مباراة لهم في البطارات مختلفة فطريقة لعبهم المفروضة أنها اتضحت بما يكفي بالنسبة للمسيماني وحتى لعيدة النادي الأهل طريقة لعبهم دي تستدعي إيه من موسيماني ومن اللعيبة بالمناسبة؟ بالضبط إحنا لو بصنا خصوصا إن هما في آخر مباراة لعبوهم قدام الوداث هما لعبوا ثلاثة أربعة ثلاثة وخصوصا دي في الناحية الدفاعية بتنطلق لخمسة في قلب الدفاع وهما برضو بطريقة لعبوهم لو جينا بصنا على المعدل العام بشكل الفرقة اللي ممكن نوضاهها للإستاذ المشاهدين هما معدل استحواجهم خلال الـ 44 مباراة اللي لعبوها بيوصل 48% إذا فهي فرقة بتعتمد على الاستحواج وإحنا بنقول برضو إنه مجدين نقطة تلبية لأ إحنا بنقول لديها شكل عام لطريقة اللعب يعني مش لازم تكون الفرقة توصل للمعدل استحواجها 55% لأ إحنا بنقول شكل طريقة اللعب جاعدهم هي فرقة ما بتلعبش على الاستحواج برضو روجينا بصنا هما عندهم القدر إنهم يدوروا الكورة ده الملعب بشكل جد لا برضو ما عندهمش القدر دي وما بيعملوا متوسط حوالي 330 تمريرة 330 تمريرة فعور فريق كورة القدم ده معدل منخفض جدا إن انت تقدر تلعب تمريرات جوا الملعب تمام؟ فهم تبقى ما بتعتمدش على الاستحواج ولا تدوير الكورة كتير بشكل جديد جوا الملعب ولكن النقطة اللي لاحظناها في 44 مباراة هو معدل تمريرات الطولية بيعملوا أكثر من 40 تمريرة طولية جوا الملعب في المباراة الوحدة ودا معدل كمبار جدا ده يديني انتكيل لشكل اللاعد إذا هم مابيلعبوش على الاستحواج ده هم بيلعبوا على الكورات الطولية وبدأ فعلا من قلب الدفاع التمريرة amazing تمريرة التقلية عن 40 نتش إذا هم بيلعبوا على الكورات الطولية من قلب الدفاع بيلعبوا على العرضياء بشكل كبير فلكن مبيلعبوش على الاستحواج ده شكل عام لشكل الفئة إذن إحنا رحيين نعبسين إحنا بللعبين. اللعبة لهم مش قدر أنهم يدوروا الكرة في وسط الملعب. ولكن بلعبوا على الكراض الطريق. بلسك للعام لفرقة كيزر اللي بإذن الله الأهلين هيواجهها. هو برضو يعني أخيراً اسمح لي بس أس حداك السؤال ده. أرد ما ننهي مع حداك المكالمة اللي طبعاً بنشكرك على مشاركتك معنا من خلالها. شكراً يا فنان. هو أمي الأهم الاستحواز ولا الاختراق والتهديف؟ أولاً أنا عندي مشاتيح لعبي شكلها إيه وإيه إمكانيات لعبتي عشان أقدر أنفس طريقة اللعب. يعني الاستحواز هو مش هدث هو وسيلة عشان إن أنا أقدر في الآخر أقدر إن أنا أنهي الهجمة وجيب أهداف. أنا ممكن أعمل استحواز 70% بس ما أقدرش أنهي الهجمة نتيجة إن أنا استحوازي سلبي عشان أنا ما عنديش القدرة من صنع الألعاب أو المهاجم بتاعي إنه يعمل فنش. تمام؟ فإذاً أنا ما عنديش القدرة دي فهل جاء بالطريقة الثانية إن أنا ألعب على هجمة مرتدة أو إن ألعب على القراط الطولية واستغل الساكند بول. فإذاً أولاً وأخيراً ده حسب إمكانيات فرقتي. فنقول إن فرقة الأهلي هي فرقة السحواز عندها من اللعبة ومن الإمكانيات في نص الملعب. وفي قلب الدفاع إنهم يقدروا يدوروا القراط بشكل كثير يقدر يعملوا البداء هجمة بشكل واضح. ولكن زي ما أقول حضرتك هم سرقة ما عندهمش الإمكانيات دي إذن هيلعبوا على الطريقة الثانية اللي هي القراط الطولية بشكل كبير. هيلعبوا على العرضيات هيلعبوا على الساكند فول ده يبقى شكل طريقة لعبهم. طيب دكتور أحمد أنا أخيراً هروح مع حضرتك لسؤال خاص بالمديرين الفنيين لأن ده أعتقد برضو مهم نحن نفهم أكتر عنهم. دلوقتي لو حنتكلم عن كايزر تشيفز هو غير في خلال شهر دلوقتي مع هذا المدير الفني يعني السكوتلاندي. وربما هو مع هذا المدير الفني الجديد هو أداء أعتقد أصبح أفضل بكثير يعني. دي نقطة. نقطة الثانية لو حنتكلم عن المسلمين وماذا درايته بهذا الفريق. وإن هو برضو جنوب أفريقي وإن هو يعني مرن لعيبة كثير برضو موجودين وهو على دراية بطبيعة هذا الفريق. ودعب ضدهم كثير جدا يعني ده توجهوا في يعني مرشات كثيرة جدا فبردو ده يحسب ازاي أو يقاس ازاي. دي من أكثر النقاط الإيجابية اللي موجودة عندنا دلوقتي نحن عندنا مدير ثاني عارف الفرقة اللي هو راح يلعيرها بالفرقة نظر ان هو أوريدي شافها بالفيديو. لا هو أوريدي واجهها أكثر من مرة في جنوب أفريقي. فهو أوريدي عارف مفاتيح اللعبة اللي موجودة هناك. عارف الناس بفتر ازاي عارف انهم هيتبقوا ضغطين عليك ولا لا. فده من أهم النقاط اللي موجودة اللي يعتبر الحمد لله انها موجودة عندنا. ان المدير الثاني أوريدي من نفس المنافس اللي انت رايح تلعبه. وعارف أوريدي مين الهداف اللي موجود طبعا الهداف عندهم اللي هو سمير نوركوفيتش اللي هو عامل ثلاثة هداف. بالضبط. وعندهم برضو العيب بس نصر الملعب اللي هو بيرنرد اللي هو قادر ان هو يعني الساميرات بيانية كتير جدا ده برضو من النواحي الخطورة اللي موجودة. فده بيدينا نقطة إيجابية لفرقتنا ان احنا عندنا مدير ثاني على دراية بالكامل المكينة دلوقتي بعيدا ان هو أوريدي شافل للفرقة وعنده فيديوهات لها. لأهو أوريدي واجهها بكده أكثر من مرة فده بيدينا نقطة زيادة ونقطة تقدم عليهم بإذن الله. بإذن الله. شكرا ليك يا دكتور شكرا ليك جدا. شكرا ليك شرف مع عائلنا. أكون متواجد معك أكثر من مرة. شرف لنا أحنا أفرنا جزيلا شكرا لحضر الدكتور أحمد. شكرا لحضر الدكتور.